الزمالك محتاج إيه بقى؟ لا الزمالك محتاج حالة كتيرة أنا اتكلمت قبل المطش السوبر وقلت الزمالك هيكسب وقلت كده علىها قلت الزمالك هيكسب قبل المطش بيوم ليه الزمالك هيكسب؟ ده مطش يختف فجري ده مطش واحد لكن على المدى البعيد لا الزمالك محتاج محتاج خمس ست صفقات وأنا بكلمك في الواقع ملكز إيه؟ عندك لازم يمساك تماما لازم يمساك كويس جداً جمى الساكن نهاردة زمالك جيفرسون من غينيا بيساو تحت السلم آه ده بتالب جنسيته إيه؟ غينيا بيساو كان بلعب في البرتغال بتالي وعنده جنسية برتغالية وعنده جنسية برتغالية والراجل هو اللي طلبه أنا شوفه يعني أتمنى أن يكون صفحة كويسة جداً شوفه شوفه المعنى زماني محمد داود من يومين هنا وجاب لي لقطات شوفه محمد داود أقول لك على حاجة داود دا جربها عشان نتكلم في اللقطات والدعاية اللي بتحصل للعب قبل ما تيجي ما أنا هقول لك بس دا أنا هفلها لك أبهرك اللقطات أصلا ما تبقينش نوعه مبهر كمان لا خروجه بالكرة عظيم لعب كوير يعني مدافع كوير بس التمركزات بتاعته فيها مشاكل دا مفهوم إنه هو صغير في السن بيلعب في الدرجة الرائع فممكن يبقى أصلاً المدالب اللي بداره أصلاً بس المكومات الجثمانية والكرة بتاعته كويسة بس اللقطات نفسها ما كانتش بتقول إنه هو عظيم فهل الزمالك وأدرشه قائلي بقى هل الزمالك محتاج مدافع دلوقتي محتاج وقته عبار ما يخش مع الفرقة ولا مدافع يلعب على طول خلينا الأول نقول إن الزمالك بيعمل صفقات على قد الإيد خلينا نتكلم بهم عشان ما نظلمش الناس يعني النهاردة خزنا مش مفتوحة زي النادي الأهلي وبشاور على المدافع اللي أنا عايزه في أي دور بجيبه يعني خلينا عشان برضو إيه الحقوق فأي صفقة هتيجي هيبقى فيه الدروب كان مخلص العقد بتاعه الحاجات اللي احنا بنسمع عنها دي فأنا شايف إن الراجل هو اللي مقتاره فخلاص هو اللي هيتحسب عليه ومفروض في أقرب وقت يدخله ويحفظه الحاجات اللي انت بتقول نقصها وطالما هو جايبه وبيحضر كرة من تحت كويس هو الراجل واضح الطريقة بتاعته في اللعب هو بيحب التحضير دايما من تحته إزاي ملك محتاج ديفندر كويس زمالك محتاج راس حربة كمان يكون موجود إنت عندك ناصر لكن برضو ناصر جابجون وحاجة جميلة جدا لكن أنا مضمنش المطشين الثلاثة جاين هيبقوا عمليه زي عنده سيف وعنده ناصر وعنده حسام أشرف وعنده حسام أشرف وعنده الولد السنجالي كمان الصغير في السن نضاي أربعة أربعة إنت محتاج فروض إنت سيف الدين الجزيري فرو كويس جدا ناصر فرو كويس جدا لكن هي المشكلة في الاتنين دول بالذات ما عنده همش استمرارية يعني هتلاقي سيف يعمل لك مطش كويس جدا ومطشين تلاتة لأ نفس الكلام ناصر فأنت محتاج معهم حسام أشرف ومحتاج واحد كمان انت لدي الزمالك هتشترك في كونفدرالية هتشترك في دوري هتشترك في شاس موجود ما أنا بقولك يخش معهم أنت كده عندك تلاتة هو وعندك الربعة السنغالي هتجيب مين تاني الهالي عنده اتنين هو الكابتر الحمد عدي بيقول لك مش مستعجل على حد تاني انت ليه بقولك كده كده كريم لأن انا بقولك الأهلي عنده ملكة الاستمرارية يعني عنده ملكة ان انا خلاص كسبت بطولة اقفل عليها خسرت بطولة اقفل عليها هكمل أنا اللي جاي عندي كتير عندي بديل جيد عندي لعبة عندها شخصية فهنا ده اللي بيميز الأهلي على العكس الزمالك ما عندهش استمرارية خالص ودي أكتر نقطة يا ابنة الزمالك بس خلي بالك يا كريم انت مهم تبني على بطولة تبني على بطولة زي ما قلنا في الكنفدرية مهم ان الزمالك يبني على بطولة ولحصل اخفاك بعد كده بس خلي بالك الاخفاك هو كان بيحصل يا احمد أنا واحد من الناس كنت بده مبرر لجميز وافقد اللعيبة مشاركتش معاك فالكنفدرية وكنت بتجرب ناشئين بعدها ما عندهش لعيبة وقايمة كاملة بشكل كبير لكن من دلوقتي من بعد السوبر انت ملكش مبرر صحيح